بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا رح نتابع اليوم موضوع الخلعة في المعدة تحدثنا في الفيديو السابق عن أسبابها والقلق وتأثيره على المعدة والآن سنتحدث عن طرق علاج خلع المعدة وهل يمكن علاج خلع المعدة بالأعشاب الطبيعية ولنبدأ بعلاج خلع المعدة لعلاج خلع المعدة لابد من القضاء على أسبابها وتتنوع علاجات خلع المعدة ما بين الأعشاب والأدوية وأفضل علاج لمشكلة خلع المعدة هو بمساعدة إخصاء الصحة العقلية لمساعدة المريض في تحديد سبب الحالة وكيفية علاجها مثال على العلاج النفسي وهو العلاج السلوك المعرفي ويهدف العلاج السلوك المعرفي إلى مساعدة المريض على التعرف على الأفكار والسلوكيات السلبية في حياته والتي تؤدي إلى ظهور أعراض خلع في المعدة مما يساعد المريض على عيش حياة أكثر صحة وسعادة وطرق علاج خلع المعدة هي بشرب الكثير من الماء بما أن الماء يساعد على تنشيط الدورة الدموية ويقلل من ضغط العناصر الموجودة في الدم فإنه يؤدي أيضا إلى توازن العناصر والأملاع في الجسم وبالتالي مرونة العضلات وعدم حدوث تقلصات أيضا هناك النظام الغذاء الصحي وذلك باتباع نظام غذاء صحي منخفض الدهون والأملاع والأطعم الحارة ويقلل ذلك من حموضة المعدة الناتج عن التوتر النفسي والعصبي ويساعد في علاج عصب المعدة والقولون العصبي وكذلك في الوقاية من الالتهابات وقرح المعدة أيضا هناك التمارين الرياضية وهي من أهم علاجات عصر الهضم حيث تساعد التمارين الرياضية في تخفيف التوتر وتشنجات العضلات كما تساعد على إطلاق الطاقة السلبية كما تساعد التمارين الرياضية على تحسين الهضم والتمثيل الغذائي أيضا النوم الكافي ويضمن النوم المنتظم حصول الجسم على ساعات راحة كافية وبالتالي يساعد على تخفيف التوتر العصبي والعضلي في الجسم أيضا لا ننسى تقليل الكافئين وهي إحدى العلاجات الوقائية لآفات المعدة وهو تقليل تناول المنشطات التي تحتوي على الكافئين مثل الشاي والقهوة واستبدالها بالشاي الأخضر أو الأعشاب الطبيعية الصحية طبعا مثل البابونج وغيره حيث يرفع الكافئين مستويات ضغط الدم ويزيد من حدوث الحموضة والتهاب المعدة أيضا الانضمام إلى جلسات الدعم النفسي يعد العلاج النفسي عن طريق حضور جلسات الدعم النفسي للمرضى الذين يعانون من خلع في المعدة أو الذين يعانون من اضطرابات الهلع والرهاب مما يساعد المريض على الشعور بالراحة النفسية أثناء العلاج التأهيل وسنحدث الآن عن علاج خلع المعدة بالأعشاب هناك أنواع عديدة من الأعشاب الطبيعية التي تفيد في علاج قرحة المعدة التي تساعد على الاسترخاء وتخفيف تقلصات العضلات والتوتر وتساعد في تقليل الحموضة ومن أمثلة على هذه الأعشاب ما يلي أولا الحلبة وتعتبر الحلبة من أفضل الأعشاب لعلاج قرحة المعدة حيث تساعد على خفض نسبة الشكر في الدم وضغط الدم وتحتوي الحلبة أيضا على خصائص مهدئة للأعصاب وتساعد في تخفيف القلق والتوتر والخوف ثانيا البابونج يحتوي البابونج على خصائص مضادة للأكسدة وتساعد في علاج التهابات المعدة والقولون وتخفيف التوتر وتشنجات العضلات وخفض مستويات الكوليسترول والسكر وتساعد في علاج الأرق ثالثا النعناع فالنعناع الأخضر له رائحة مميزة ويساعد على تخفيف التوتر والقلق كما أنه من الأعشاب التي تساعد على الهضم وتقلل من التأثير الحمضي لعصارة المعدة ويساعد النعناع أو النعنع أيضا في عصر الهضم عن طريق إزالة الغازات والإجهاد في الجهاز الهضمي رابعا الشاي الأخضر ويتميز بوجود مضادات الأكسدة التي تساعد في علاج التهابات المعدة ومنع الشيخوخة المبكرة وتخفيف التوتر والقلق والوزن الزائد كما تساعد على تحسين الهضم وتخفيف التقلصات والمغص في المعدة والأمعاب وفي الختام نتمنى أن نكون قد قدمنا معلومات كافية عن طرق علاج خلع المعدة وأسبابها والتي أثبتت أن معظم هذه الأسباب مرتبطة بأسباب نفسية مثل الصدمات النفسية في الطفولة أو التعرض المتكرر للضغط النفسي والعصبي نتيجة زيادة التعرض للضغط عضلي شديد بشكل يومي ويوصى باتباع طرق العلاج النفسي والعشبي والقرآني لمساعدة المريض على التخلص من الطاقات السلبية مع تمنياتي لجميع بدوام الصحة والعافية حبيبنا ما هو رأيكم تعليقكم على هذا الموضوع؟ إذا فيه أي استفسار أو سؤال أو أي اقتراح يمكن وضعه في تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله نشكركم جميعا المشتركين وزوار عتفاعلكم ثقتكم بنا كما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته